الدوري المصري اليوم رجعي اشتغل تعليقك على عودة الدوري وهل ترى حاد في وقت مناسب يعني طبعا انا اعتقد انه هو وقت مناسب جدا وخاصة بعد الحكم المحكمة اتمنى ان يبقى فيها استمارية تمنى ان الاحداث تبقى مستقرة في مصر ان شاء الله تبقى استمارية لان الناس تأثرت المنظومة ككل تأثرت من التوقف اتمنى ان ان شاء الله يكون تعلمنا الدرس كل الاندية تعلمت الدرس وكل المنظومة تعلمت الدرس اتمنى ان احنا ما نقعاش فيه تاني شعورك وانت تتابع الاهلي وانت خارج الاهلي انا طبعا انا اتباطي بالاهلي انا عابد انا طبعا مرتبط جدا انا اشتغلت عليك ان انا مرتبط بالنادي وبنتاج النادي وكل فرض في النادي لان كان له فضل كبير علي سواء النادي الاهلي وكمهور النادي الاهلي وربنا سبحانه تعالى وطبعا الواحد ما بينساش طبعا فضل الاندية اللي هو تعيش من خلالها او ترب من خلالها سواء الترسانة سواء النادي الاهلي اتمنى ان احنا ان شاء الله التجارب اللي احنا خدناها في النادي ان تحقق النجاح دي من البنية ان شاء الله اخيرا على ان الرسالة اللي يحب اجهها محمد ابوتريكا لجمهورة العربي والمصري بشكل خاص وجمهورة القديم الجديد فالامارات أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع أتمنى أن نقدم حاجة كويسة نقدم متعة للناس وهو زي ما بقول أنا جاي سفير لبلدي فأتمنى أن أكون عند حسن الظن من الجميع سواء من الناحية الفنية سواء من الناحية الأخلاقية أتمنى أن نكون عند حسن ظن للناس والناس تدعينا إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إن شاء الله برضو هل تلبس 22؟ لا هل تلبس 72 إن شاء الله ماذا معنى؟ ده عدد الشهداء النادي الآن مبادرة جميلة لاعب مبادراته دائما ما تنال الاستحسان والعجاب لا ربنا خليب بسمياً 72 إن شاء الله بس المفروض النادي اللي يعلم مش اللعيب اللي يعلم لا في حاجة تانية النادي تفقوا معنا إن ما نعلنها شو منها الموضوع العقد والمقابل المادي ونحن احتراماً للنادي واحتراماً لشخصك راح نتركها المتمر صحفي يوم غد شكراً جزيلاً للمحمد شكراً شكراً شكراً